فضل السيد احمد. السلام عليكم استاد وليد. وعليك السلام ورحمة الله. لماذا لم ترثبت اسلام سيدني عمر رضي الله عنه وارضاه انت ان سحبت من المناظرة. استاد يا استاد. يا استاد وليد. المفروض انك تكمل. ماشى ما فيش مشكلة حسبتوakin دلوقتي. حسبتو حسبتوك دلوقتي. حسبتولك Bouhati. حسبتولك personas راضية الله عنه وارضاه. رضي الله عنه وارضاه. ايو ايو حسبتولك دلوقتي خليها عضاليا خليه. حسبتولك دلوقتي. انت سني? انت سني سؤال انت سني انت سني انت سني انت سني سنة بس انت سني طب قل لعنة الله على السستاني قل لعنة الله على السستاني السستاني. لعنة الله على السستاني. لعنة الله على السستاني. ماشي ولعنة الله على الشرازية اسمعني بس. اسمعني بس اسمعني والله ما سيبك لحد ما اجيبك لاخرك عشان اسمعني 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 خل لعنة الله اسمعني اسمعني. خل لعنة الله على الشرازية. خل لعنة الله على الشراز يا بعش تريد. تمام? ولعنة الله على كل من قال ان المهدي غائب. ولعنة الله عليهم بعد. لا لعنة الله على كل من قال ان المهدي غائب. اسمعني اسمعني والله ما ازيبك. بص ان حجوبك حجوبك ولكن انا اخليك تلعن الدنيا كلها. اسمعني 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 سمعني سمعني سمع لك كذا لعنة الله على كل من قال ان المهدي في غائب هسانا انا اقل لك وهسانو ما عليك معلتهم معنا كندامك وانت ما عليشnn exertion خلuti نهديين بس كده اهدى Bib Yahweh ايه دى بن Hira الباهر للإسلام ايه دى بن Hira ايه دى بن Hira قوا معي لعنة اللّه على كل من قال ان المهدي غائب هو ليس蒲اهري اسلام أبو بكر أو أمر هو مهدي هو إسلام ليس蒲اهري يا عم اسمع بس اسمع بس اسمع بس اسمع والله بص انا هجوبك انا هجوبك أولا يعني انا هجوبك بس اخر كلمه بس اخر كلمه قل لعنة الله على كل من قال لأن المهدي غائب أنا لا أعلم بهذا الشيء أنا سبيته ملك بس طب أفل علي عبد الله شكرا لك حبيب أولا المناظرة المناظرة ليست في الإيمان المناظرة ليست في الإيمان ولكنها في الإسلام في الإسلام يعني إثبات أن أبا بكر الصديق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تمام هي دي قصة كلها هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان فالإنسان اللي هو غير متعلم لا يعيب فرق بين الإسلام وبين الإيمان كان من المفترض أن تكون المناظرة إثبات إيمان أبي بكر الصديق إثبات إيمان أبي بكر الصديق وليس إثبات إسلام أبي بكر الصديق تمام فإثبات إسلام أبي بكر الصديق أثبتناه ولله الحمد والمن فكده خلصت المناظرة فأول دقيقة ولله الحمد والمن وكل من عنده مسحة من العلم يعلم أن هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان وهو أصر على أنه يتكلم عن الإسلام وليس الإيمان دي النقطة للنقطة التالية لحضرتك أنت متابع للبرنامج هتلاقي لي أساسا أثبت أيضا أن أبا بكر الصديق مؤمنا ولله الحمد والمن وبآية واحدة برضو في كتاب الله عز وجل آلا وهي وليه نروح لكتاب الله طبعا برضو أسماء بنت عميسي يا أخوان يعني هؤلاء الفجرة الكذبة تمام هؤلاء الفجرة الكذبة تمام السيدة هم علموا بأن أبا بكر الصديق منافقا والسيدة أسماء بنت عميسي لم تعلم يعني هم الذين علموا بنفاق أبي بكر الصديق والسيدة أسماء لم تعلم السيدة أسماء بنت عميس وما هي أسماء بنت عميس لم تعلم المرأة العابدة الزاهدة الفقيهة لم تعلم هتقولنا كباركو بقى يعني كفاية كده والله العظيم هتقولنا يعني هتقولنا كباركو كفاية لعب صغيرة والله العظيم أنت تعرفوا يا أخوانا أمنيت حياتي أمنيت حياتي بجد أمنيت حياتي أجلس أمام معمم شيعي وجهاً لوجه وجهاً لوجه يبقى احنا الاتنين على طرابيزة واحدة المناظرة بقى تجلس شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة هو أنا أجاوب على كل الأسئلة اللي هو بيقولها وهو يجاوبني على الأسئلة اللي أنا بقولها والذي رفع السماء بغير عمد لو الموضوع ده حصل أنا عايز أقول بفضل الله بفضل الله بفضل الله كتير من الشيعة هيخرجوا من التشيع إلى الإسلام الحق لذلك دائماً يتهربون يتهربون يتصلوا بناس يعني كنا لسه أنا بتكلم أنا وأخويا أشرف ربنا يجزي خير في مكالمة طويلة النهاردة ليه دايماً بيلجأوا للأسليب الماكرة ليه دايماً بيلجأوا أن هما يعني مثلاً هل جهود الأخ المغربي جزال الله خيراً مش عارف اسمه إيه ده اللي ظهر في قناة فدك من عدة أيام هل جهوده في صد التشيع زي جهودنا احنا كباحثين لا طب ليه وفقه على ده وما بيوفقه وفقه على واحد زينا يعني ليه وفقه عليه وما بيوفقه علينا على واحد زينا يعني هل الأخ المغربي ده له جولة ويعني مثلاً مقطع المغرب دروس وعظات ومقطع باحث وكلام ده كله أنا مش متذكر اسمه إيه؟ في موضوع مثلاً الشيع والتشيع؟ لا ولكن هم بينقوا أشخاص غير متخصصين عشان يقدر يلعب عليهم زي ما هو عايز يلعب عليهم زي ما هو عايز والله مستعى